بيطلع كمان ممكن متن عشان يبكع هناك حوادث يومية بتصير حتى اليوم الصبحيات كان في حادث بيوم واحد ثلاث حوادث هناك في مؤسسات المفروض أن نتابع هذه الإجراءات من دورها تغطيها ما يقارب ست مؤسسات المفروض أن يكون في خطوة عملية على أرض الوقت نحن لكينا في المتطلب في أرواح ناس قاعد يستهين فيها في حوادث يومية يعني أبسط شيء شركات التأمين يعني بتكلفها الحوادث هاي أموال طائلة يفترض منها إن هي تتبرع بشيء بحل إشكالية منها لحالها لو نفترض إنها بعض المؤسسات الثانية قصرت في هذا الجانب بس ولكن هي شركات التأمين أصلا لمصلحة إلها إنها توفر على حالها هاي الحوادث اللي بتصير لأنها هاي كلها يتهم على بعضها ما بتكرنفش خمسين شيكل لو بننا نيجي نقول الحوادث أي أبسط حادث بصير مش أكل من ألفين شيكل بكلفنا عنا هون فلذلك إحنا ارتقنا في المنطقة هون الغربية إننا إنحل هاي الإشكالية اللي أصبحت مستعصية بالنسبة لبعض المؤسسات وهينة جدا بالنسبة لإنا إننا إحنا إنحنا إنحل هاي الإشكالية الموجودة هون وبنفس الوقت إن نحن نحافظ على أمن وسلامة المواطنين بنشكر الأخ موفق حلوب بالجهود الشخصية اللي كان فيها من أجل إنه وضع خطوط توضح حدود المفترك هذا جهود شخصية مشكورة عليه الأخ موفق حلوب يا أخي يا أخ خالد إحنا منستغرب حقيقة يعني أنا شخصيا ما استغرب الإهمال والتقصير والتقاعص اللي بصيره كلت الخبرة سبب رئيسي من اللي بحدث هذا إحنا مش عارفين في عدة اجتماعات في عدة لقاءات في عدة مقابلات حكينا مع الجميع وتوصلنا لسيد المحافظ ودع الأخ رئيسي البلدية ودع الأخ مدير الشرطة ومندبين عن دائرة السير لكن لم يفعل شيء كأن شيئا لم يكن هذا المكاد اللي إحنا فيه معدل تكريبا لا يقل عن 15 حادث بالشهر ما في أي فعل ولا في أي عمل ولا حد حرك ساكن المفروض الإخوة المسؤولين يتحركوا بأسرع وقت ممكن هذه بلد طول كرم من السهل تنظيمها من السهل تنظيمها وبأكل التكاليف إحنا مش بحاجة لماديات الأشياء اللي بحاجة لها أمور بسيطة جدا جدا لا تتعدى إمكانيات فردية لأي شخص طرحنا عدة مرات أنه حل هذا الشارع حل هذا مفترق أنا أسميه أفرق الموت من كتر الحوادث اللي بتمر عليه فكان الحل هو بس ما أحد أسمع إليه أنه هذا الشارع اللي جاي متجاه زي مثل هذه السيارات مثل هاي التكسي العمومي شايفين جاي وهي عارفة أنه إلها حق الأولوية فماشي ومسرع هو لو شايفنا هذا ببقى ماشي على سرعة 100 هلأ هذا هو هذا نفسه اللي بنحكي عنه ماشي ببقى ماشي سرعة 100 السيارات اللي جاي من هون في عندها زاوية مغلقة فيدوب بيجي الشوفير اللي جاي من لعم يدوب يدخل هون مع سيارة ما ماشي بسرعة 100 بستحيل يتضارك الحادث الحل بسيط السهل بدون تكلفة تكلفة الحل مش بتصليح سيارة واحدة من السيارات اللي اتدمرت ولا صمح الله مش بإجر واحد ينصاب في حادث من هذا الحل هو أنه البلدية المفروض أنه ينوضع مطبط من أول الشارع لآخره مشان الناس اللي جايين هم يعارفين إلهم حق الأولوية يهدوا السرعة مشان يقدر اللي جاي من هون يتضارك الاصطدام فيهم هذا هو الحل الهندسة القانوني الصحة اللي تكلفته قليلة وفواده كثير جدا وفواده كثير جدا وفواده كثير جدا